موسيقى لقرون خلت ظلت مدينة دبي بالنسبة للتجار العابرين ميناء تجاريا يقدم خدمات ريادية وحسب وحدهم أهلها كانوا يدركون أنهم على موعد مع التاريخ دخلت دبي عصر الاتحاد لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بوابتها إلى العالمية ولتعكس هي روح أهل الإمارات التواقة إلى قهر المستحيل موسيقى رؤية مشتركة لمستقبل الإمارات تتجلى عند القيادة التي تتقن اختصار العقود في سنوات والشهور في أيام وساعات إنه الانطباع الأول الذي يترسخ عند القادمين إلى الإمارات وتبي على وجه الخصوص بحثا عن التغيير إنه التأثير الذي تلقي بضلاله على الناس ناطحات السحاب إنها روح دبي المتفائلة دائما وأبدا انطلاقتنا نحو المستقبل لا مكان لدينا للخطوط الحمر فكل ما نراه هو أزرق السماء أو أزرق البحر إنه لون الطموح الذي يألفنا ونألفه وإذا كانت دبي هي روح الإمارات فإن هذا الرجل هو روح دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصانع نهضتها الاقتصادية رجل يردد دائما أنه حذف كلمة مستحيل من قاموسه يتابع وينصط ويحقن العقول بالأحلام والنفوس بالتفاؤل وإلى جانبه في ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رؤية من أجل غد أفضل تكون فيه دبي مثالا للريادة في كل شيء في المصاعد وعلى السلالم المتحركة في دبي تحكى عشرات اللغات في نفس اللحظة مزيك بشري لا يشاهد ربما إلا في مبنى الأمم المتحدة إنه نتاج جهد حثيث يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لاستقطاب العقول وتقدير الإبداع في شتى المجال إنها روعة الانتصار على معوقات التنمية ففي دبي لا مكان للتمييز القائم على الجنس أو العرق أو اللون يختار الناس نمط حياتهم وتأتي معهم معتقداتهم وثقافاتهم من حيث أتوا فللجميع حق متساون في التنمية والعيش بكرة هذه حال مدن التجارة منفتحة دائما على الآخر محترمة لخصوصيته وخلفيته الثقافية مؤمنة بأن التنمية المستدامة تحتاج إلى شركاء هذا المفهوم أيضا يصدر من موانئ دبي قررت إنشاء مؤسسة محمد بن راشد المكتوم لتعمل في مجال التنمية الإنسانية وقررت تخصيص وقف لتمويل مشاريعها بمبلغ عشر مليارات دولار مثلت هذه المبادرة العالمية أكبر تبرع في العالم الإسلامي في مجال المعرفة والبحث العلمي وبثت الروح والأمل في نفوس المبدعين من العربي والمسلمين ليس هذا وحسب فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بعد تلك المبادرة بشهور مبادرة أخرى لتعليم أكثر من مليون طفل في الدول النامية والفقيرة مبادرة دبي العطاء مبادرة دبي العطاء مبادرات مماثلة تستلهم روح جائزة دبي لأفضل الممارسات وجائزة حمدان للعلوم الطبية لجعل العالم مكانا أفضل لعيش الإنسان وتطوره ورفاهيته هكذا تطل دبي على العالم في القرن الحادي والعشرين مدينة عصرية الروح عالمية التوجه وحلما عربيا يلهم الملايين من البشر حول العرب ترجمة نانسي قنقر